موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرة الأخبار من السوديوهات سهيل والبداية بأبرز العنوين موسيقى الجيش الوطني يحذر من مخاطر الفرقة والتشضي ويشدد على جعل صنعاء وجهة للكفاح والتحرير موسيقى الأردن تستضيف جولة ثالثة من المشاورات بين الحكومة وميليشيا الحوثي بشأن الهدنة ورفع حصار تعز موسيقى إنشاء مخيم جديد للنازحين في أبيان والبرنامج السعودي يقدم أكثر من خمسين مشروعاً لدعم قطاع التعليم موسيقى تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم جددت قوات الجيش الوطني تأكيدها على استمرار مسار استعادة الدولة وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء من الاحتلال الفارسي وعدم حرف بوصلة كفاحه وفوهات بنادقه بعيداً عنها مهما كلفنا الثمن وأشددت افتتاحية صحيفة السادس والعشرين من سبتمبر الناطقة باسم الجيش الوطني على أهمية تجاوز الفرقة والتشضي بين القوى والمكونات الوطنية والتجرد من عواطف الانتماء لغير الوطن وحذر الجيش الوطني من مخاطر استمرار نهج الفرقة والتشضي واختلاف المبررات والأعذار المفضوحة لتفجير صراع هنا أو موقف هناك وقال الجيش إن الوطن يتسع للجميع وهو سفينة الجميع والتمادي في خرقها جراء الطيش والنزق يشكل أساساً لهزيمة ساحقة لصالح ميليشيا لانقلاب الحوثية في الوقت الذي ارتفعت فيه آمال الشعب اليمني في تصحيح المسار وتعزيز الاصطفاف الوطني ودمج التشكيلات المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع والداخلية ذهبت عقالب المجلس الانتقالي باتجاه آخر مناقض لخط مجلس القيادة الرئاسي وتطلعات اليمنيين فيما التزمت الرئاسة والحكومة واللجنة العسكرية المشتركة الصمتة وكأن الأمر لا يعنيها نتابع الانتقال من فضاء الدولة إلى الدهاليز المظلمة للملشنة ذلك ما يفعله الانتقالي وهو ينسف آمال اليمنيين بمغادرته فوهة السلاح وبركان الفوضى نحو واحة التوافق والشراكة في رحاب الدولة آمال عبر اليمنيون نحوها عبر بوابة اتفاق الرياض قبل أن يغلق الامتناع عن تنفيذ الشق العسكري والأمني بوابة الاتفاق ويذهب بالوطن نحو فصل جديد من فصول النزاع والشقاق ولأن المملكة العربية السعودية المعني الأول بإنشاح اتفاق الرياض استعاد اليمنيون بعض آمالهم مع عودة الفرقاء للرياض لخوض مشاورات يمنية يمنية فيها ليأتي الإعلان عن المجلس الرئاسي محطة بارزة توقف عندها معنيون بالشأن اليمني باعتبارها فرصة تاريخية لتغيير الأداء الذاهب عكس تطلعات الشعب وجوهر اتفاق الرياض ولأن عدم تنفيذ الشق العسكري والأمني مثل الخطيئ الناسف لحضور الدولة كان الإعلان عن اللجنة العسكرية برئاسة وزير الدفاع الأسبق هيثم قاسم بارقة أمل في محيط من الآلام المحبطة خصوصا لأولئك الحريصين على نجاة الوطن من الغرق في محيط الفوضى ولو عبر التعلق بقشة لكن المجلس الرئاسي واللجنة العسكرية والهيئات القيادية في أعلى هرم الدولة بشكل عام لم تلبث جميعها أن سقطت في اختبار السيادة وإثبات حضور الدولة حيث لم تحرك ساكنا أمام سفك الدم وتمزيق النسيج المجتمعي ودوس علم الجمهورية وشن حروب تحت أعلى من تمزيقية ليقف المواطن البسيط فضلا عن السياسي الحصيف أمام السؤال الكاشف الذي لا يقف عنده من يتصدرون قيادة المشد إلى أين سيمضي اليمن ودول المنطقة إن استمر الذهاب باتجاه ملشنة الدولة بدلا من الذهاب في الاتجاه الطبيعي المعاكس اتهم الاتحاد العام للنقابات العمالية في الجمهورية اليمنية وزير الخدمة المدنية عبد الناصر الولي باستغلال سلطته لإقصاء قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عدن وإحلال آخرين مكانهم تحت مبررات وهمية تخالف الدستور والقوانين النافذة جاء ذلك في بيان للاتحاد على خلفية اقتحام مسلحين لمؤسسة التأمينات العامة ومنع قياداتها وموظفيها من ممارسة مهامهم وأوضح الاتحاد العام للنقابات العمالية بأن ما يحدث من قبل وزير الخدمة من انتهاكات وتدخلات وتجاوزات لا مسؤولة في شؤون المؤسسة يعد جريمة جنائية وخرقا لمبادئ الدستور والقانون ودعا الاتحاد إلى الوقف الفوري والعاجل لكافة التحركات والحملات الإعلامية التشهيرية ووقف التجاوزات والتدخلات في شؤون المؤسسة وطالب الاتحاد الحكومة بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في وقف هذا التعنت والصلف ووضع حد للتدخلات حفاظا على المصالح العامة لعمال القطاع الخاص المؤمن عليهم أكد رئيس مجلس الشورى النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر حرص قيادة المؤتمر على المضي قدما مع كل أحزاب اليمن لمواجهة الانقلاب الحوثي على الشرعية والتصدي للأطماع الإيرانية في اليمن والمنطقة العربية وقال بن دغر في منشور على صفحته بفيسبوك قال سنمضي معا في طريقنا لاستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وصنع السلام المستند إلى مرجعيته الثلاث والعمل على بناء دولة اتحادية تحقق الاستقرار وتحافظ على المجتمع اليمني الموحد والذي يستظل بقيام العدالة والمساواة وأوضح بن دغر أن ميليشيا الحوثي أداة إيرانية دم وأوضح بن دغر أن ميليشيا الحوثي أداة إيران الدموية في بلادنا والمطامع الإيرانية لا تتوقف عند جغرافيا وحدود اليمن وشدد بن دغر على ضرورة التصدي للحوثيين وعدم القبول بالعودة إلى ما قبل سبتمبر وأكتوبر ومايو العظيم وقال إن ذلك لن يتحقق إلا خلف قيادة موحدة نرى في مدس القيادة الرئاسي قاعدتها وإطارها جددت المملكة المتحدة البريطانية دعوتها للحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي لتكفيف المفاوضات والوصول إلى هدنة موسعة وتدنيب العودة إلى الحرب وقال السفير البريطاني لدى بلادنا ريتشارد أوبنهايم في رسالة مسجلة بعثها عبر تويتر بأن الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة تواصل تقديم فوائد ملموسة لليمنيين للشهر الخامس على التوالي وأوضح السفير البريطاني أن الهدنة تمثل أهم فرصة للسلام شهدها اليمن منذ سنوات أشيرا إلى أن انخفاض أعداد الضحايا المدنيين وانخفاض أعداد النازحين وتوقف الهجمات الحوثية عبر الحدود إضافة إلى توقف الغارات الجوية في الداخل اليمني وأكد السفير البريطاني وقوف المملكة المتحدة بشكل كامل إلى جانب جهود الأمم المتحدة لإيجاد طريق للمضي قدما نحو السلام يستأنف ممثل الحكومة وميليشيا الحوثي هذا الأسبوع النقاشات حول إنهاء حصار التعز وفتح المعابر وسبق لميليشيا الحوثي وأن رفضت أكثر من مقترح أممي بشأن تخفيف الحصار على تعز وفتح بعض الطرق بين المحافظات خلال جولتين سابقتين في العاصمة الأردنية عمان ويأمل المبعوث الأممي إلى اليمن أن يمرر اتفاقا يتيح توسيع الهدنة إلى ستة أشهر مع تضمينها بنودا جديدة تتعلق بآلية صرف الرواتب وإضافة وجهات جديدة من مطار صنعاء مع السماح بتدفق كميات أكثر من الوقود إلى ميناء الحديدة من جهتها تؤكد الحكومة على ضرورة تنفيذ بنود الهدنة السابقة كاملة قبل الدخول في نقاش وأي ملفات أخرى تواصل ميليشيا الحوثية الانقلابية اختراقها للهدنة الأممية المعلنة عبر إرسال مسيراتها بشكل متواصل لقصف مواقع الجيش والقوات المشتركة في جبهتي حجر والفاخر غرب قعطبى بمحافظة الضالع وقال مصدر عسكري بأن المسيرات الحوثية لا تكف عن مواصلة التحليق والقنص والقصف بصورتها اليومية مؤكدا في الوقت نفسه أنها نفذت عدة طلعات خلال الساعات القليلة الماضية وأسقطت قذائفها المتفجرات على محيط معسكر الجب في جبهة حجر وفي سياق متصل أكد باحثون غربيون أن الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن لا تزال هشى إلى حد كبير ولا يزال الحل السياسي للصراع بعيد المنال مشيرين إلى أنه برغم توقف الحرب فإن إيران قد ضمنت نفوذا لها في اليمن حيث يرتبط بها الحوثيون التي تزودهم بالأسلحة منذ سنوات ارتباطا وثيقا وقالت الباحثة البارزة في جامعة أكسفورد إلى إليزا بيث كيندال قالت بأن الهدنة غير مكتملة تماما وتتعرض للانتهاكات المستمرة وبأن الخوف الحقيقي هو أن الحوثيين يستغلون الفرصة لحشد قواتهم وتعزيز قدراتهم ووفق تقرير لصحيفة أمريكية قالت الباحثة كاثرين زيمار بأن الهدنة ألقت بالكثير من الجزرات أمام الحوثيين حتى يتمكنوا من الاستفادة من السلام من حيث إعادة حشد وترسيق قواتهم دعت منظمة سام للحقوق والحريات الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى الضغط على جماعة الحوثي لنقل الصحف توفيق المنصور إلى المستشفى بشكل عاجل وطلبت سام في بيان لها ميليشيا الحوثي بالإفراج عن المنصور وجميع زملائه الصحفيين دون قيد أو شرط يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الصحفي المنصور وأسرته تدهر حالته الصحية في سجن الأمن المركزي بصنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الإنقلاب وحرمانه من العلاج ورفض نقله إلى المستشفى وقالت أسرة المنصوري إن الميليشيا قامت بتعذيبه ونقله إلى زنزانة انفرادية مظلمة تشجنت ميليشيا الحوثي مخططا جديدا لتدمير قطاع الاتصالات العامة والبنوك الحكومية وشركات النفط وشركة النفط من خلال إلغاء الاستقلالية المالية لهذه الجهات تحت مبرر توحيد رواتب الموظفين وقال عاملون في المؤسسة المستهدفة للشرق الأوسط بأن الخطوة تستهدف خفض رواتبهم إلى نصف راتب شهريا أسوة ببقية الموظفين في المؤسسة الحكومية الذين يتسلمون نصف راتب كل خمسة أشهر تقريبا والاستلاء على كل عائدات الجهات المستهدفة وجعلها عاجزة عن تقديم أي خدمات لصالح شركات الاتصالات الجديدة التي يمتلكها رجال أعمال وقيادات في الميليشيا وأضحت مصادر مطلعة بأن الخطوة الحوثية قوبلت بالرفض القاطع من الموظفين والعاملين في الاتصالات والنفط وكان موظفون في وزارة المالية الميليشيا الحوثية قد كشفوا عن فساد كبير يمارسه القيادي الحوثي رشيد أبو الحوم حيث يحصل على ملايين الريالات شهريا من الوحدات المستقلة التابعة للوزارة إلى جانب قيامه بتوظيف أقاربه في مواقع ذات عائدات مالية مرتفعة تسارعت وتصاعدت وطيرة الاحتلال الحوثي لأراضي الدولة والمواطنين بالتوازي مع عمليات إسكان قسري لأتباع الطائفة في المربعات الحيوية والمناطق المفصلية داخل المدن والخارطة السكانية المحلية نتابع فتحت الهدنة شهية الميليشيات الحوثية في مضمار التنافس المحموم على ابتلاع أراضي الدولة والمواطنين في محافظات السيطرة المسلحة حملات سطو مسلح هي الأوسع تسعى الميليشيات من خلالها إلى إعادة رسم الخارطة الديمغرافية للتجمعات السكانية وفق دوافع طائفية عنصرية ذات أبعاد استعمارية توسعية مكشوفة ففي العاصمة صنعاب بسطت الميليشيات يدها بالقوة على عشرات الأراضي العامة والمساحات الخضراء والأعيان المدنية والأرصفة والحدائق وحتى مواقف السيارات وأسوار المدارس والمباني الرسمية والأسواق الشعبية في السياق ذاته تقوم الميليشيات بجرائم تهجير قسري للعائلات من مساكن الدولة الوقفية التابعة لمصالح الجامعات والمستشفيات الحكومية والمخصصة قانونيا منذ عقود لأسر موظفي القطاع العام وتفاقمت جرائم السطو على الأراضي في ظل سباق حوثي محموم إلى استثمارها تجاريا في سوق الاقتصاد الأسود وبرصة الحرب الربحية وتحت ذرائع عديدة لإلغاء الملكية العامة وتأميمها لصالح الأقلية السلالية المسلحة لكن الأمر لم يقتصر على أملاك الدولة وعقارات الأوقاف فحسبا بل تعداه إلى نهب أراضي المواطنين بدعوى أنها ممتلكات عامة لا يحق لأحد غير الحوثيين التصرف بها غير أن السطو الحوثي على أراضي الدولة والمواطنين يكشف عن مخطط خبيث عابر للحاضر إلى ما من شأنه فرض واقع دمغرافي جديد على الأرض حيث يغدو السكان الأصليون مجرد شعب بلا أرض يعيش تحت رحمة من يملك المكان رحبت الأمم المتحدة بمساهمة القطاع الخاص في دعم خطتها لمنع تسرب نفطي هائل من ناقلة صافر في اليمن وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغرايج بأن الأمم المتحدة ترحب بمساهمة القطاع الخاص في إشارة إلى ما أعلنته مجموعة هائل سعيد أنعم من تبرع لإنقاذ الخزان الصافر بهذه المساهمة وعشر دوغرايج إلى أن الأمم المتحدة ما تزال بحاجة إلى نحو 16 مليون دولار لبدء عملية الطوارئ لنقل النفط من صافر إلى سفينة أكثر أمانة وأعرب دوغرايج عن ثقته في وجود مجموعة كاملة من الأشخاص حول العالم يمكنها المساعدة بحث المبغوث الأمريكي إلى اليمن تيم ريندر كينغ مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالبلاد ديفيد جريسلي سد فجوة التمويل لمواجهة أزمة خزان النفط صافر الرأسي قبالة سواحل اليمن بالبحر الأحمر وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع للخارجية الأمريكية في تغريدة على صفحته بتويتر بأن الجانبين ناقش مواجهة أزمة الخزان قبل بدء موسم العواصف وتفادي حدوث كارثة إنسانية وبئية في اليمن ويرسل خزان صافر قبالة ساحل محافظة الحديدة باليمن ويحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام لم تجري له أي صيانة منذ الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي التابعة لإيران قبل نحو ثمان سنوات ما يهدد بوقوع تسريب أو انفجار في الخزان ما يؤدي إلى كارثة إنسانية وبئية غير مسبوقة حذرت دراسة اقتصادية متخصصة حديثة من كارثة إنسانية جراء نقص المعروض من السلع الغذائية في الأسواق المحلية في اليمن مع ارتفاع عجز ميزان المدفوعات ونفاذ احتياطي البنك المركزي وتوقعت الدراسة ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى اليمن مع نهاية العام 2022 إلى 13 مليار دولار بزيادة قدرها مليارين ونصف المليار دولار عن قيمة الواردات خلال العام 2021 وقالت الدراسة إن عجز ميزان المدفوعات سيصل مع نهاية العام 2022 إلى 3 مليار دولار في ظل انخفاض التحويلات المغتربين وارتفاع قيمة الواردات والغموض الذي يكتنف عائدات الحكومة من مبيعات النفط والغاز وعوصت الدراسة بتعزيز قدرات البنوك اليمنية ومنع استخدام العمولات الأجنبية كوسيلة مدفوعة في العمولات التجارية المحلية وإحلال الريال اليمني في كل المعاملات الداخلية أكد تقرير حكومي ارتفاع سكان محافظة مارب إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص معظمهم من النازحين جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي منذ ثمان سنوات وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في تقرير لها بأن عدد سكان محافظة مارب بلغ ثلاثة ملايين ومئة وثلاثة وأربعين ألفا ومئة وستة أشخاص وأوضح التقرير أن من بين هؤلاء السكان أكثر من مليوني شخص نازحا تفيا شاب وأصيب ثلاثة أطفال بصواعق رعدية مصاحبة للأمطار التي شهدتها محافظة الحديدة يوم أمس الجمعة وقالت مصادر محلية بأن الشاب أوسان الجعوري من أرياف مدينية الجراحة توفي مساء أمس بصائقة رعدية فيما نقل ثلاثة أطفال إلى مستشفى المدينة جراء إصابتهم بصواعق رعدية أحدهم حالته خطر طلب مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية المخى قاسم الشوذل بتوفير فروح لمؤسسات التعليم العالي في المديرية لاستيعاب الراغبين باستكمال تعليمهم العالي من خريجي الثانوية في المديريات حقيقة بالنسبة لمديرية المخى بشكل خاص ومديرية الساحل بشكل عام توجد العديد المدارس الثانوية العامة التي تخرج كل سنة بما لا يقل عن 550 طالب طالبة السنوية هذا العدد طبعا على مستوى مديرية المخى ولكن للأسف الشديد لا توجد جامعات أو معاهد تحتضن هؤلاء الطلاب بعد التخرج من الدراسة الثانوية خاصة الآن في الفترة مع بفترة الحرب عانينا كثيرا ونعاني كثيرا خاصة في مدينة الساحل نظرا لتوقف التوظيف من العام 2011 حتى الآن هذا شكل عقز كبير بالنسبة للمعلمين والمعلمات في المدارس بحضور رسبي وشعبي كبير أقامت اليوم أسسة الاعتصام الدعوية التنموية حفل تخرج الدفعة الثانية والمكونة من 70 طالبا وطالبة بعد أن استكملوا دورات تدريبية امتدت لأكثر من عامين في عدد من العلوم الدينية والشرعية واللغوية على عدد من العلماء والمختصين وقال القائمون على الدورة إن الهدف منها تخرج قادة يفيدون المجتمع والوطن في مجالاتهم والإسهام في مواجهة البث الطائفي المنحرف الذي تتبناه ميليشيا إيران الإرهابية الحوثية في أوساط المجتمع اليمني بشكل عام الحمد لله درسنا كثير من العلوم الشرعية في التفسير والفقه وأصول الفقه ومصطلح الحديث وعلم الحديث ودرسنا كثير من العلوم الشرعية وإن شاء الله سنكون معلمين لهذا المجتمع ومفقهين له وفي خدمته إن شاء الله فهذا واجبنا هذه الاحتفائية كانت عبارة عن تكريم لطلاب الدفعة الثانية من طلاب مركز الإصام العلوم الشرعية بلغ عدد الطلاب في هذه الدفعة سبعون طالب وطالبة ثمانية وثلاثون طالب واثنين وثلاثون طالبة تمت الدراسة خلال عامين ونيف المواد التي تعلموها معظم علوم الشرعية انتداء من التفسير والسيرة والحديث ومصطلح الحديث ثم الفقه وعبادات والمعاملات وأصول الفقه وكذلك المواد الفرائض واللغة العربية وغيرها من مطلبات العلوم الشرعية أنهت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة أبيان بناء مخيم جديد لقرابة مئة أسرة نازحة بعد تعرضهم لتهديدات مباشرة بالطرد من المكان الذي كانوا يقيمون فيه منذ أكثر من أربعة أحوام ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها نازح الحرب في محافظة أبيان إلى مضايقات وتهديدات بالطرد من أماكن إقامتهم لكنها تلخيص لحالة التشرد التي باتت تلازمهم منذ خروجهم من منازلهم في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وضعنا المعيش المادية صعبة في هذه الفترة لم نحصل على أي دعم من أي مكان وخاصة المواد الغدائية نشتري بر دقيق يعني بألف في اليوم ونشتري روتي في العصر نشتغل في المزارع ونجيب نطلع حق اليوم أقل أكل حق الشرب المضايقات المتواصلة لهؤلاء النازحين على الرغم من التزامهم بدفع إيجار شهري للمكان وإن كان فوق طاقتهم لم يجنبهم التهديدات الأمر الذي دفع الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات إلى الشروع في البحث عن أماكن آمنة لإقامة مخيم جديد يحميهم من التشرد تم تجهيز المخيم في ميكلينجا والسادة الذي بدأت بها الوحدة التنفيذية منذ قرابة 15 يوم وتم تجهيزه وهو اليوم يتم نقل عدد 97 أسرة من هذا المخيم الذي تشاهدونه بعد أن تعرضوا نازحين المخيم إلى التهديد القصري وهما اليوم نقوم بنقلهم إلى المخيم الجديد نقل الأسر النازحة إلى المخيم الجديد بعد تجهيزه أنهى المخاوف لدى قرابة 100 أسرة من احتمالية إجبارهم على الخروج القصري غير أن المعاناة ستبقى حاضرة في يومياتهم وهم يتقاسمون أوجاعهم التي تكبر كما يكبر أطفالهم داخل الأكواخ الخالية من ضروريات الحياة ولم تكن يوما خالية من التعب لقناة سهيل الفضائية عبير علي محافظة أبيان قال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرى المهندس عبدالله باسليمان بأن البرنامج قدم حتى الآن أكثر من خمسين مشروعا ومبادرة تنموية لدعم قطاع التعليم في مختلف محافظة البلاد وأوضح باسليمان بأن هذه المشاريع تمثل حزمة من أصل 200 و7 مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل والزراعة والثروة السمكية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية وأفاد أبا سليمان بأن المشاريع التعليمية في محافظة المهرى شملت إنشاء ثمان مدارس نموذجية مجهزة بالمستلزمات المدرسية مدينة ملك سلمان الطبية والتعليمية كمرحلة أولى تم بناء المستشفى وهو الاحتياج الأعظم له وستتبع ذلك عدة مراحل تشمل عدد من الكليات كليات التربية وغيرها من الكليات الأخرى هذه الكليات ستساهم في رفع مستوى التعليم في المحافظة ويعتبر تدخل في قطاع التعليم الآن طبعا البرنامج تدخل في قطاع التعليم على مستوى اليمن في ما يقارب الخمسين مشروعا وهذه أحد المشاريع الكبرى في ذلك نذكر على سبيل المثال في محافظة المهرى تم بناء ثمان مدارس ثمان مدارس نموذجية كل مدرسة تحتوي على 12 فصل مختبر وكذلك معمل للحاسب ومكاتب للمدرسين وكذلك ساحة ويوجد بها ملعب وكافة الأجزاء التي يحتاجها الطالب دعى مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة المهرى محمد أحمد عوشا دعى الزوار القادمين إلى مديرية حوف بالاهتمام بجمال المحمية وعدم رمي المخلفات فيها والحفاظ على نظافتها وعدم تلويث البيئة نحن نعاني في هذا اليوم خاصة بالذات عندنا خريف حوف وللأسف يعني بعض المواطنين ما زال أن هذه محمية لازم نحافظ عليها فتحصلوا يعني يروح رحلة وبعدما يخلص من رحلة يبقي المخلفات في أماكنها وهذا طرد كبير للبيئة والمحمية بشكل عام نطلب من كافة المواطنين والزايرين مساعدة صندوق النظافة في هذا الجانب ومساعدة المحمية اللي يحفظ عليها أصلا فياتوا بأكياس كمامة ويروحوا رحلات وبعدما يخلصوا ويطرحوا ما عندما هذا في أماكن وتأتي سيارة النظافة في أماكن محددة وتشل هذه المخلفات اللي بها ضرر يعني ضرر كبير على البيئة تسلم مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضر موت الوادي والصحراء العميد الركن عبدالله السالمين بن حبيش محاليل وأدوات خاصة بفحص المخدرات والسموم ومعمل وأدوات تساعد في كشف الجريمة مقدمة من جمعية نبراس للتنمية ومؤسسة وطن للتدريب والتأهيل وأكد بن حبيش بأن إدارة الأمن بالوادي والصحراء ستدشن عمل المعمل الجنائي المصغر في إدارة الأدلة الجنائية لفحص المخدرات بكل أنواعها في الأيام القادمة وأشهد بن حبيش بجمعية نبراس ومؤسسة وطن على جهودهم في تنفيذ دورات نوعية في مسرح الجريمة وتدريبهم في آليات استخدام المحاليل لفحص جميع أنواع المخدرات وتقديمهم المعدات والمحاليل لإنشاء معمل جنائي مصغر يساهم في رفع أداء العمل الجنائي في مديريات الوادي والصحراء ختاما ناقش مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمناطق وادي حضرموت والصحراء تطوير خدمات المؤسسة ومواصلة نجاحاتها خلال الفترة القادمة وجرى في الاجتماع استعراض تقرير عن سير أعمال مشروع مرافق الصرف الصحي لمدينة سيئون وتريم للفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي وتدخلات السلطة المحلية لتجاوز الإشكاليات التي برزت أثناء تنفيذ بعض مكونات المشروع في مدينة تريم وكذلك تدخلاتها المأمولة لتجاوز الإشكالات المتعلقة ببعض مكونات المشروع في مدينة سيئون كما أقرى مجلس الإدارة الحساب الختام للمؤسسة للعام المالي 2020 مع الملاحظات الواردة عليه وجرت تأكيد على ضروة إيداع القصد السنوي لإهلاك الأصول في الحساب البنكي بهدف المحافظة على تجديد أصولها عند الحاجة وأقرى المجلس اعتماد بعض مطالب العاملين في العلاج الطبي وإبقاء بعض المعزايا التي يتمتع بها عامل المؤسسة كما هي نظير جهودهم الكبيرة التي يبدلونها في استمرارية خدمات المؤسسة النشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها الجيش الوطني يحذر من مخاطر الفرقة والتشضي ويشدد على جعل صنعاء وجهة للكفاح والتحرير الأردن تستضيف جولة ثالثة من المشاورات بين الحكومة وميليشيا الحوثي بشأن الهدنة ورفع حصار تعز إنشاء مخيم جديد للنازعين في أبيان والبرنامج السعودي يقدم أكثر من خمسين مشروعا لدعم قطاع التعليم في ختام النشرة لكم مني أطيب المنا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر